حدث واحد تعيش عليه العاصمة الأمريكية هذه الأيام في الصمت وفي العالم إنه حفل التنصيب المرتقب للرئيس باراك أوباما لولاية تانية لكن خلف هذا الانشغال المتحرك على مدار الساعة هناك حركة أخرى تحدث على أرصفة المدينة وفي بعض محلاتها وحتى على شبكة الأنترنت هذه اللوحة تلخص تاريخ ووجوها الرؤساء الأمريكيين بمن فيهم الرئيس أوباما أنا سعيدة بالحصول عليها وستكون هدية مني أقدمها لزوجي في هذه المناسبة التاريخية على هذا الرصيف تقيم إليزا بعربة تجارتها اليومية إنها تبيع تذكارات الولاية التانية للرئيس أوباما تعصف الريح بالمكان وتعبره الأمطار لكن إقامة إليزا دائمة هنا وزبائنها هنا قائمون أيضا من سكان المدينة أو من الزائرين لها الجولة بين هذه التذكارات وزيارة واشنطن في هذه الفترة يشكل أمرا مهما بالنسبة لي خاصة وأن يقيم خارج واشنطن وحضوري إلى هنا نادر والزيارة فقط تجارة التذكارات تحقق هذه الأيام في واشنطن رواجا هائلا كثيرون يعبرون المكان وآخرون جاءوا لمعايشة اللحظة التاريخية يجدون في اقتناء التذكار فرصة لتسجيل هذه اللحظة في جانب ما من حياتهم أنا هنا للبحث عن تذكارات خاصة ليوم تنصيب الرئيس أوباما لم أحدد بعد أيها سأختار لي ولأفراد عائلتي لكني جئت هنا لأخذ عينات منها لم تقتصر تجارة تذكارات الولايات التانية لأوباما على أرصفة العاصمة ومحلاتها لكن أقيمت لها أيضا مواقع خاصة على شبكة الأنترنت في محاولة لتوفيرها لمن يعززون عن الحضور إلى واشنطن أو لمن هم خارج الولايات المتحدة وتعدر عليهم الحضور إلى حفل التنصيب ويعني لهم أن تكون لهذه المناسبة بصمة ما في حياتهم لذلك تتنوع التذكارات بين الحاجات المنزلية الفردية وذكورات المكاتب والإكسسوارات الشخصية المتوزعة بين الرجال والنساء فيما تنشغل واشنطن بوضع آخر الترتيبات الخاصة بحفل تنصيب الرئيس باراكوباما لولاية تانية ينشغل سكان المدينة وزائروها بالبحث عن تذكارات مخلدة لهذه المناسبة التاريخية وهدايا أخرى بعد فراغهم من شراء هدايا أعياد الميلاد وهدايا رأس العام المنقضي وحلول العام الجديد رابح فلالي الحرة واشنطن ترجمة نانسي قنقر